توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار فرصه طول الأمطار على البلاد إلى متصف الأسبوع المقبل حيث تتأثر البلاد ومنذ الساعات الأولى من صباحه أمس بحالة من عدم استقرار للتقص والتي تكاثرت معها كميات السحب المنخفضة والمتوسطة صحبها سقوط أمطار متفرقة كانت رعادية أحيانا وأوضحت الإدارة أن الرياح قد تنشط أحيانا على فترات وقد تصل سرعتها إلى خمسين كيلو مترا في الساعة وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف خبير الأرصاد الجوية الزميل عبدالعزيز الإكراوي مساء الخير أخ عبدالعزيز هل ستشهد البلاد اليوم ذات الطقس الذي مرت به خاصة بعد منتصف الليلة الماضية تفضل مساء الله بخير أخوي صالح إينا عم لا تزال حالة عدم استقرار مستمرة معانا خلال الساعات القليلة المقبلة وهناك نلاحظ على رادار الطقس التابع لجارة الأرصاد الجوية يعني بدأت تشكل السحب الرطامية من الحدود الشمالية والشمالية الغربية وأيضا المناطق الغربية من دولة الكويت وهناك أيضا فرص وكميات أنطار متفاوتة في بعض المناطق تصاحبها سرعة رياح قد تتجاوز أحيانا خمسين كيلو متر في الساعة وابن المتوقع أن تستمر معانا هذه الحالة إلى نهار الغد ومن بعد تبدأ التحسن التدريجي في حالة الطغس خلال يوم الجمعة بالليل إلى يوم السبت ولكن لا تزال هناك فرص الأمطار المتفرقة مستمرة معانا إلى منتصف الأسبوع القادم ولكن هناك ضعف بالحالة ما نتوقع أنها ستكون بنفس شدة الحالة التي مرت في البلاد اليوم السجر وأمس السجر ولكن لا تزال هناك تكون بعض الصحب الرعدية التي فيها كميات متفرقة ومتفاوتة من الأمطار طيب أخويا عبدالعزيز ماذا عن باقي الأيام؟ هل سوف نشهد ذات الطغس أم أن هناك سوف تكون حالة الطغس هادئة نوعا ما؟ حيما نقول تحسن الجو الآن ولكن هناك فيه هدوء حالة الطغس من متوقع أنها سيبدأ في تغذية من خلال الرياح الجنوبية الشرقية المحملة في بخار الماء هذه دائما تغذي هذا النوع العواصف وهذا النوع من الأمطار ولكن فرصة الأمطار أيضا هي مستمرة معانا يعني على المدى الطويل توقعات وخرائط الطقس المختصة في المدى الطويل من المتوقع أن تستمر معانا خلال الأسبوع إلى عشر أيام القادمة هناك فيه نظام جوي سوف يؤثر على منطقتنا اتداءا من منتصف الأسبوع القادم أو في نهاية الأسبوع القادم ولكن نحن نتابع خرايط الجو الصطحية وخرايط طبقات الجو العليا ورح نتابع الحل الآخر تحديثات هذه الخرائط فإن صدقت هذه الخرائط رح نواجه في نفس الحالة التي مرت فيها البلاد اليوم السجر في نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله نعم كل شكر وتغرير لخبير الأرصاد الجوية زميل عبدالعزيزي القراوي شكرا لك شكرا لك